وقال الرئيس عبد الفتح السيسي ان الازمة التي اندلعت في السودان الشقيق تنظر في حال عدم التعاون لاحتوائها بصراع طويل وتبعات كارفية على السودان والمنطقة كما اشار الرئيس السيسي الى ان استمرار الازمات في ليبيا واليمن يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا على نحو اكثر الحاحا من اي وقت مضى واكد ان عودة سوريا الى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدول العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الازمة السورية واشتعلت كذلك ازمة جديدة في السودان الشقيق تنظر اذا لم نتعاون في احتوائها بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة كما تستمر الازمات في ليبيا واليمن بينما بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا على نحو اكثر الحاحا من اي وقت مضى وفي نفس السياق فان عودة سوريا الى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدول العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الازمة السورية استنادا الى المرجعات الدولية للحل وقرار مجلس الامن رقم 2254